قال وزير المالية الفرنسي بورنولو مير أنه يتعين على أوروبا الاستعداد للقطاع امدادات الغاز الروسي بالكامل وخلال كلمتي في منتدى اقتصادي بجنوب فرنسا أكد وزير المالية الفرنسي أن الحكومة الفرنسية تستعد لوقف كامل لامدادات الغاز الروسي وهو ما تعتبره الاحتمال الأكثر ترجيحا في خطتها المستقبلية وأضح أنه يتعين على فرنسا أن تكون حذرة في استهلاكها للطاقة وأن تقوم بتغزين الغاز والحد من البيروقراطية التي تؤدي لبطء تطوير الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تسريع برنامجها لبناء مفاعلات نموية جديدة وأضف أن أول خط دفاعي هو أن تخفض الأسر والشركات استهلاك الطاقة ثم بناء بنية أساسية جديدة مثل منشأة عائمة لإعادة الغاز المسال القادم من الخارج إلى حالة الغازية